السلام عليكم يا اهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو ان شاء الله هنتعرف على اسهل طريقة الفتحة ايفل الايفون او الايباد فحال نسيان كلمة السر. الناس اللي بتبعني عارفة كويس اني مش بقدم حلول نظرية بل بقدم لك حلول عملية وبمشي معها خطوة بخطوة لحد ما تحلي المشكلة. ومش بقدم حاجة في القناة الا ما كون جربتها الاول. وفيديو النهاردة ان شاء الله او طريقة النهاردة فيها خطوات بسطة جدا وسهلة جدا وان شاء الله هتحل معاك المشكلة. مغير كلام كتير يلا ندخل في الشرح العملي مباشرة. مبدئيا هتحتاج جهاز كمبيوتر او ماك. سانيا هتحتاج التليفون بتاعك اللي في المشكلة. وكابل يو اس بي عشان هنوصله بجهاز الكمبيوتر. تمام? وسهل لسا ان هنحتاج برنامج فوريوكي. فانت حضرتك عليك حاجتين عليك الكمبيوتر وعليك التليفون اللي في المشكلة. وانا عليها البرنامج والشرح. ويا سيدي رابط تحميل البرنامج هتلاقيه موجود صندوق الوصف وموجود في اول تعليق مسبت. هنحمل البرنامج عادي جدا من الموقع الرسمي. واسناء التثبيت ممكن نغير لغة البرنامج اللغة العربية. ونكمل تثبيت البرنامج لحد ما يفتح معنا البرنامج بالواجهة البسيطة لقدامك دي. البرنامج بيقدم لك اكتر من وظيفة. اولا ممكن نزيل بي جميع رموز افل الايفون. سواء كانت سواء كانت سواء كانت سواء كانت ممكن نزيل بي معرف الابل لو احنا نسينا معرف الابل. ممكن نتجاوز بي الام دي ام. بس احنا بالنسبان نا دلوقتي هنستخدمه في ازالة افل الشاشة. هقول له انا ابدأ في الفتح. بقول لي وصل الجهاز بتاعك. فهوصل الايفون بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل تمام بالشكل ده. ودي تعليمات بمشي عليها لو البرنامج ما اراش الايفون بتاعي. تمام? ده بالنسبة الايفون تمانية فيما فوق وده سبعة وسبعة بلاص. وده ايفونات اخرى. همشي بقى التعليمات المدينة دي. بقول ضغط على الزرار رفع الصوت. وبعد كده خفز الصوت وبعد كده الزرار باور ضغطه مستمر. لحد ما يقفل. تمام? ويجيب لي شعار قبل. افضل ضغط على الزرار باور مش ترفع ايدي. تمام? ان حد ما يجيب شعار قبل. تمام? وانتظر برضو. مش هرفع دلوقتي ايدي. ان لما يجيب لي شاشة الاتصال. بالشكل ده. كلام جميل. دلوقتي البرنامج ارى معايا التليفون بتاعي. وهنا في نقطة مهمة عايزة نوح عليها ان الطريقة دي بتعزف كل حاجة موجودة على الايفون. بتعمل ضبط مصنع على الايفون. فانت تكون مستغني عن اي حاجة موجودة على الايفون. تمام? لان بصراحة مفيش اي حلول تانية. النقطة التانية اللي انا عايزة نوح عليها ان البرنامج ده مدفوع مش مجاني. دلوقتي بقول لي حمل البرنامج السابت. اقول له تحميل بالشكل ده. وطبعا هياخد وقت شوية على حسب صورة انية موجودة عندك. هو انا بيقول لي حجم البرنامج اللي هيحمله خمسة جيجا وسبعمائة ميجا. اصرع الفيديو انا بقى كده لحد ما يكمل الخطوة دي. خلاص حملنا البرنامج السابت او تم مفص الجهاز يرجع على التوصيل الجهاز وحاول مرة اخرى. تمام. كده هضطر ادخل على وضع المطور مرة تانية. اضعط على زر رفع الصوت خفض الصوت وبعد كده هزور الباور ضغطه مستمر. لحد ما يجيب لي شعر قبل وبعد كده يجيب لي شاشة الاتصال. كلام جميل. وبعد كده اقول له ابدأ في الرزالة. جاري رزالة رموز الشاشة. جايب لي كده هتحطم العظم يقول لي اسناء عملية الرزالة سيتم اعاد تشغيل الجهاز تلقائيا. يرجى الانتظار بصبر. اوكي تمام. زي ما اخدت بالك كده الايفون قفل وفاتح تاني. تمام? كده الايفون قفل وفاتح تاني. للمرة التانية. تمت ازالة مرور الشاشة بنجاح. تمام? دلوقتي بقى منتظرين ان الايفون يفتح معنا. تمام? منجز. خلاص كده اقدر البرنامج انتعلى كده. خلاص كده فتح معنا الايفون. تمام? كده كان الايفون لسه مطلع من الكرتونة. هبدأ بقى اعمل اعدادات من جديد. تمام? وطبعا زي ما اتفقنا ان الطريقة دي بتمسح كل حاجة كانت موجودة على الايفون. لكن اللي موجود على الاي كلاود بتاعك هتلاقيه موجود زي ما هو. والحدي كده انت الفيديو بتاعنا او رابط احميلي البرنامج هتلاقيه موجود في سندول وصف وموجود في اول تعليق ومثبت. وفكركم مرة تانية ان البرنامج عليه خصم تلاتين في المية لما تستخدم الرمز اللي ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة او موجود في وصف الفيديو. والموقع بيدعم خدمة استرداد الاموال خلال تلاتين يوم من الشراء. في حالة عدم الرضاق عن المنتج. وخدمة عملاء الموقع متوفرة اربع واشرين ساعة على مدار الاسبوع. بتوفيلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة